أهلا بكم على هامشي حضوره عرضا لتجربة عملية لمشروع دمج الأجهزة اللوحية في العملية التعليمية بمدرسة سلوة ثانوية للبناتة كدى وزير التربية وزير التعليم العالية الدكتور محمد الفارس حرس الوزارة على توفير البنى التحتية باعتبارها ضرورية لتشكيل الوسائل التكنولوجية التعليمية المتطورة وإنجاح العملية التعليمية استراتيجية استخدمتها الدول المتقدمة في التعليم بداية كانت استخدامها بالتسوير شاكوا الشركات الكبيرة أن معظم المشترى ماشين على الآيبايد والتلفون مشروع جديد في طوره التجريبية يعد توفيرا للأداة العملية والتعليمية وفرصة متاحة لإكساب الطلاب القدرة على الإبداع والابتكار اليوتيوب فيه وايد معلومات شاهد وزير التربية والتعليم العالية الدكتور محمد الفارس عرضا لتجربة عملية لمشروع دمج الأجهزة اللوحية في العملية التعليمية اليوم شوفنا تجربة اليوم بشكل بسيط أن التابلت هو جزء مهم جدا اليوم لتوفير مهارة استخدام البرامج الألكترونية التي تتخذ من العملية التعليمية التابلت ما هو لأداة وضرورة الدولة عليها التزام أدبي بتوفير كل الإمكانيات داخل الفصل وداخل المدرسة ومنها ما يسمى التابلت فالتابلت ما هو لأداة مثل ما هو لصبورة والكراسي والأثاث هو جزء أساسي اليوم في العملية التعليمية التجربة الجديدة تهدف إلى إثراء قيم مشروع واثق القيمية في نفوس الطلبة والطالبات كالثقة في النفس والتعاون وتنشيط التعليم الذي يرتكز على الكتب والمناهج المشروع يتكلم عن استخدام التكنولوجيا في التعليم وفي غرس القيم لدى الطالب فإحنا من خلال التكنولوجيا ومن خلال البرامج الموجودة على الآيباد نستخدمها ونفعل فيها قيمنا للمدرسة ونفس الشيء نفعل فيها موادنا التعليمية ونوصل فيها المعلومات للطالبات بشكل ممتع وفن بحيث أن أهما يستمتعون وأهما قاعدين يدرسون